يجب أن يسمعوا مزيان وما كرهتش الزوجة ليلو تسمع أنا بالنسبة لي الأب والأم لا يجب أن يتخالفوا على الجزئيات بمعنى واحد يقول علاش تعشيهم تال لحظة الليل والأخرى يقول لا علاش خصك تعشيهم في الثمانية ديال لا 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 أنا كان قول لي يجب أن نتفقوا عليه ماشي الجزئيات وماشي المحطة اليومية اللي كان عيشوها يجب أن نتفاهمه على المنهج وإلى قلسنا عام وإحنا نتقاتلوا بعيد على أعين الأولاد وإحنا كانت تخاصموا باش نبنيوا منهج يرضي الجاميع وش كل حكم في هذا المنهج الحكم في هذا المنهج والتخصص غادي نتقلسوا أنا كان قول آيباد ممزياناش ومارسي كانت تقول لا والدي بغيت اللعبو إحنا كانت قولوا واحد القاعدة عنا في لب بأنال في البرمجة اللغة والعاصر باش كتقول لك كتقول لك لكل سلوكين قصدون إيجابي هذا السلوك نتصوره تشري الأيباد سلوك سلبي على هالأم بغت تأذي ولدها أبدا بغت تفرح ولدها واش القصد يالي نفرح ولدي خيب ولا زوين بطبيعة حال ممتاز نفرح ولدي ممتاز آه نحافظه على القصد أبنان ينفرح ولدي ولكن نبدل السلوك الخيب اللي هو نشري له الأيباد نبدله بطريقة أخرى قد يفهمها بأن القصد ره لا يتحقق بهذه الوسيلة صحي إيه لو اللي تكن تخاصم مع المرأة على ود أن ره الأيباد ما مزيان شو هي تقول مزيان وكنت تخاصمه هذا صراع لا يجدي شيئا وإنما سيعمق الخلاف وغاي يجرح القلوب وغاي يعطب المحبة لبناتنا وهذا الشيء خطير جدا لأنه لابقت أنا لو أنت ركض ضيونتك وانت هذه الأيباد وانت هذه الأيباد تقول أنت ما تسعفني شو ما تفهمني مش هذا هو المشكلة أنا بغيت ولله هي بغيت ولله يعني نطلقه من المشترك نطلقه من المحبة ولكنني أنصح بعدم شراء الأيباد أنصح به كثيرا كثيرا هذه مطلقة وحتى إلا شرين أهله أو لابلما نشريه ولو عنا غير تليفون في الدار لابد أن نقني الاستعمال خص المرادية لك تجبدلها وتسمع عند المتخصصين وتقرأ بأن استعمال التليفون بزاف مضر باللي كان قوله بزاف أكبر قدر ممكن وبالتجاوز والتجوز في ست سنوات في ست سنوات خصونا الساعة في النهار إلا بزاف من الساعة ما بين اليوم والليلة ست سنوات وإلا كان ما يخربش فيه بالمرة سيكون أفضل بكثير 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 وكانت تكلم على المشاهدة يعني أنه ضرب الدارجة يتفرج أما إلا يلعب راح صعيب عليه يلعب نص ساعة من حيث كانت تكلم لك على الخبرة العلمية إلا لعب نص ساعة ذو كل لعب مع الوقت غادي يخرب التركيز والانتباه والذاكرة هذو بتلاتة غادي يعطيهم العصام زيان ولكن هذك لما شي تجي وتحطه تكبه على مرة كب نصب لا غادي نتكلم معها بشوية وانتي كاتبغي ولدك بزاف وش تكتحرص عليهم زيان ولكن أجي نحساكمول بعض الأشياء مرحبا اللي سهلا نشريها معنا مشكلة إلا بغينا نشريه بشي حاجة اللي كاتدار في واحد شاشة كبيرة وشوفها ولدي بهذا الطريق اللي كنقوله ديها نص ساعة أهلا وسهلا لكن أن نطلق المسائل هكذا على عهنها فهذا خراب للولدي خطير وسنندم وسنجني وهذا الشي اللي كتقوله ولديك رهدكي ومزيان وهذا وبي خير ما غا تلقاش واحد اللو قيسة غايدير 13-14 سنة قام ما غا تلحق عليه وغايت تبلالك وغايقول لي عنده الإدمان وهذه كارثة والآن أنا أحذر من كارثة خطيرة ستجداح أغلب البيوز وهي ذلك الإدمان على الألعاب الإلكترونية بالخصوص وعلى كل ما هو إلكتروني خصنا نوقفه من الآن خاصة اللي ولده صغير الآن تقدر تشد الأمور أما إلا ستقدر 6-17 ودخلك في بيته وصد على رأسه ما هي يومة ولهم يمكن لكش تجبده ومن الصعب أنك تخرجه من هذه الحالة